هل تعتقد بأننا فعلا أمام شيء ما قادم في سوريا قطعا هذه التحركات لا تكون لا مجانية ولا اعتباطية هناك كلفة اقتصادية وكلفة أهم سياسية وعسكرية هذا التنصيق بين هذا الفرد للقوات الاستعراض العسكري الذي يرسل رسائل واضحة لإيران من جهة ولأذرع إيران في المنطقة وخاصة بشكل محدد أكثر سوريا على الساحتين السورية والعراقية لا يمكن إلا أن يفهم في سياقه الطبيعي وهو أن هذه قوات عسكرية موجودة لتنفيذ مهام الآن هل هذه المهام مبرمجة وأنها ستنفذ بالفعل أما أنها مجرد لسالة في حال عدم الاستجابة سياسيا لما تريد واشنطن والحلفاء في المنطقة فأنه سيكون ذلك البلان بي بمعنى الخطة البديلة اشتركوا في القناة